موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم القرآن والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعزم مشاهدين أهل القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة مع التلاوة نتعلم التلاوة الصحيحة لآيات القرآن الكريم بصحبة فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءة والتجويد بالأزهر الشريف سريعا نرحب بشيخنا فضلت الشيخ خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم أعزم مشاهدين أهل القرآن سنستأنف معكم اليوم رحلتنا المباركة مع صورة الزخرف من الآية الثامنة والستين إلى الآية السابعين هنبدأ أعزائي المشاهدين مع حضراتكم سريعا بسماع تلاوة الآية المباركات برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية ونستمع إلى التلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين هنفتح أعزائي المشاهدين المصاحف ونقبل على التعلم ونبدأ بتنشيط الأذهان بإلقاء السؤال موجود سؤال على صفحة البرنامج وصفحة القناة منذ أكثر من ساعتين السؤال يقول يقول الله تعالى في الآيات المباركات التي استمعنا إليها قوله تعالى أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم كلمة أدخلوا عند الابتداء هناك اختياران الاختيار الأول كسر الهمزة الاختيار الثاني ضم الهمزة يعني ما شاء الله الإجابات معظمها صحيح لكن تأكيدا للإجابة الصحيحة هنذهب لفضلة الشيخ خالد في بداية الحلقة ونتعرف من فضلة الشيخ على الإجابة وطبعا إحنا درسنا هذه القاعدة من قبل ولكن سنتعرف عليها اليوم بشيء يعني الشيخ خالد هيجيب بداية بالإجمال ثم يفصل بشيء من التفصيل نتعرف على القاعدة في نطق هذه الكلمة وما مثلها فضلة الشيخ خالد نجد تحية لحضرتك تفضل مشكور بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد الإجابة المختصرة تتمثل في هذه الجملة التي أرساها الإمام الأعظم ابن الجزري بقوله وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم معنى الكلام باختصار ابدأ أيها القارئ وذاك فعل أمر وابدأ بهمز الوصل إذن الهمز الذي معنى إما أن يكون قطعاً وإما أن يكون وصلاً فما معنى قطع؟ كما معنى في آية اليوم من كلمة أنتم من قوله مثلاً أنتم تحزنون وكما في قوله مثلاً آمنوا أو آياتنا من قوله بآياتنا وكذا قوله وأزواجكم وهمز القطع تكتب واضحة بيّن ورأسها رأس عين مقطوع طبقها أو أسفلها إذن هذه هي همز القطع الذي تثبت معي إذا ابتدأت وإذا وقفت إذن ابدأ فعل أمر بهمز الوصل تحديد خرج همز القطع وهمز الوصل هي التي تثبت معي عند الابتداء بالكلمة ولها سبب ووجود وسببها ووجودها هو أن بعدها مباشرة يأتي ساكن وهنا الكلمة التي معنا ابتداء آية فابدأ بهمز الوصل إن وقعت في بعض أنواع الكلم وليس في كل الكلم فقد حدد ابدأ بهمز الوصل من فعل إذن الاسم سيأتي الكلام عنه والحرف كذلك فحدد في الفعل إن كان الحرف الثالث فيه مضموم إذن دخل يدخل والكلام على عين الكلمة وهي الخاء إذن الخاء مضمومة إذن نطبق القاعدة أدخل هكذا بضم الهمز وتلك هي الإجابة باختصار والحمد لله رب العالمين هكذا أعزائي المشاهدين تعرفنا على الإجابة ضم الهمز اتفاقا وإن شاء الله هنوالي الأسئلة مع حضرتكم وفي انتظار لو في أي تفصيل من حضرتكم أو أي سؤال متعلق بسؤال اليوم على صفحة البرنامج أو صفحة القناة في انتظار أسئلتكم إن شاء الله للرد عليها ولو في استفسار أكتر بالنسبة للإجابة إحنا في انتظاركم بمشيئة الله تعالى سنخرجوا إلى فاصل ونعود إليكم بمشيئة الله تعالى سريعا فابقوا معنا أجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع كلمات الله البيانات في صورة الزخرف من الآية 68 إلى الآية 70 تعرفنا عزيزي المشاهدين على إجابة السؤال اللي طرحناها على حضرتكم النهاردة على صفحة البرنامج ومن خلال البرنامج وصفحة القناة وكانت الإجابة في معظمها صحيح وتعرفنا على الإجابة من فضل الشيخ خالد كلمة أدخل وعند البدء كيف نبدأ بها هل بهمز مضموم ولا بهمز مكسور والحمد لله تعرفنا على الإجابة الصحيحة نبدأ دلوقتي مع حضرتكم بعد أن استمعنا إلى الآيات نتعرف مع فضلة الشيخ خالد كيف نتلو هذه الآيات تلاوة صحيحة إلى أن يأتي وقت الاتصال مع حضرتكم ونتلقى اتصالاتكم لعرض التلاوة وتصحيحها على فضلة الشيخ خالد فسريعا هنذهب لشيخنا وهنسمع من فضلة الشيخ الشرح عملين فضلت الشيخ تفضل مشكولا جزاك الله خيرا بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه نبدأ في التلاوة مستعيذين بالله من الشيطان الرجيم مبسملين قائلين بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدئ مع الآية الأولى كلمة كلمة ننتبه لما يلي واحد يقول الله تعالى يا عباد لا خوف عليكم اليوم واحد يا عباد الحروف مرققة لا خوف كذلك عدى الخاء فهي مفتوحة مفخمة إذن الحروف التي معنا أكثر حتى الآن هي الترقيق لا خوف عليكم للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فالتعرف همز فهاء ثم عين إذن لا خوف عليكم هكذا ببيان نون التنوين وصل عليكم اليوم الحرص على ضم المين في قوله عليكم اليوم والوقف هنا جائز إن لاق بك النفس ثم تبتدئ وهو ابتداء جائز ولا أنتم تحزنون لاحظ أن كلمة عليكم وكلمة اليوم الحروف كذلك مرققة ولاحظ كذلك أن اللام في كلمة اليوم واضحة بينة مظهرة للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فالتعرف قبل أربع مع عشرة خذ علمه من إبغ حجك وخفعقي ها هي الياء فانتبه ولا أنتم كلمة ولا الحروف كذلك مرققة ومعنا مد منفصل وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل إلا أننا نسير من طريق الشطبية على توسطه أربع فاحرص على المد هكذا ولا أنتم نون ساكنة أتى بعدها تاء فالحكم إخفاء حقيقي وجملته والرابع الإخفاء فانتبه ولا أنتم تحزنون الميم إن تسكن تجي قبل الهجة لم يأتي بعدها لا مثيل أعني ميم ولم يأتي باء إذا فالثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية تحزنون الحروف كذلك كلها مرققة فانتبه ومعنا العارض للسكون هكذا من قوله وجائز إلى قوله ومثل ذا إن عرض إن طرأ السكون فانتبه لما تحدثنا عنه في هذه الآية كأحكام أولية الآية الآية الثانية الذين آمنوا لاحظ معي أن اللامة مدغمة وطرف اللسان في الذال الذين آمنوا وفرق تكرما وأن تتنظر بين بدئك بقولك الذين وعند ابتدائك بكلمة آمنوا وانظر جيدا إلى شكل الهمز في كلمة الذين ورسمها في المصحف وبين كلمة آمنوا وأنت تقرأ عند النطق هكذا الذين آمنوا وسنعرف بعد قليل لماذا إن قدر الله ويسر الذين آمنوا معنا المدود من قبيل الطبيعي أعدى البدل نعم لأنه أي عند بعض القراء وهو ورش عن نافع يقرأ بتوسطه ومده ولكن الرواية معنا على ماذا على قصره فانتبه فهو في رواية حفص عن عاصم من قبيل الطبيعي الذين آمنوا إذن معنا مد بلياء معنا مد بلوا ومعنا مد الهمز كذلك فانتبه لهذه الحروف والكلمات التي ترقق الذين آمنوا بآياتنا المدود الطبيعية بما فيها البدل في هذه الرواية فانتبه بآياتنا وكانوا مس لي مين إذن ما دمنا قد وقفنا عند اللام وبينا الحركة والميم وبينا حركتها إذن فهي عرضة عند البعض أن يقرأها بغير هذا الضبط ما هو لا ننطق الخطأ بل ننطق الصواب لينتشر ونسكت عن الخطأ فيندثر إذن النطق الصحيح مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وكلمة تحزنون فيما سبق رأس آية باتفاق وكذلك كلمة مسلمين هنا أيضا رأس آية باتفاق عند كل علماء العدد هيا لنبتدئ بالآية الثالثة وانظر إلى شكل همزها جيدا أدخلوا هي هي بعينها همز الذين فانتبه لحركة الهمز في الذين وحركة الهمز في أدخلوا فلا ضبط هنا ولا هنا سوى وضع رأس صاد صغيرة فمن أين جاءت الفتحة هناك وجاءت الضمة هنا سنعرفه بعد قليل ولكن سر معي نطقا أولا فنحن في المرحلة الأولى في الأحكام الأولية حتى نتعلم كيف نتلفظ بهذه الكلمات أدخلوا الجنة أنتم أنتم وأزواجكم تحبرون أي كونوا مسرورين إذن هيا سريعا الهمز يضم الخاء مفخمة اللام في كلمة الجنة واضحة بينة مظهرة لام قمرية حكمها الإظهار فانتبه أدخلوا الجنة من اللام إلى اللام وصلا فانتبه وأنت تقرأ أدخلوا الجنة معنا النون المشددة فانتبه لها وغنميما ثم نونا شدد أدخلوا الجنة أنتم سبقت في قوله ولا أنتم ولكن من باب التذكرة وذكر والرابع الإخفاء من أحكام النون الساكنة إخفاء حقيقي ولا آه هذه سابقة لكن معنى أنتم و إذن ميم ساكنة أتى بعدها و لا باء ولا ميم والثالث أحسنت والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية فيسمى إظهارا نعم شفهي أحسنت أنتم وأزواجكم وأزواجكم إذن أنتبه للمد الطبيعي الواقع بعد الواو وإن لم يكن مرسوما بنفس كبر حجم الحروف إلا أن له إشارة فانتبه جيدا إلى هذا المد الطبيعي أنتم وأزواجكم تحبرون معنى الراء في كلمة تحبرون تفخم لأنها مضمومة والمد العارض للسكون تحزنون مثل مسلمين مثل تحبرون إذن هذه هي المرحلة الأولى معنا فيما أخذنا من جمل وما أخذنا من كلمات في آية اليوم المرحلة الثانية ولكن الوقت مضى بنا سريعا والحمد لله شكرا لك فضيلة الشيخ خالد هنتعلم أعزائي المشاهدين من خلال عرض اتصالاتكم الهاتفية وعرض التلاوة على فضيلة الشيخ خالد إحنا خذنا الجانب النظري عمليا مع فضيلة الشيخ خالد هنبدأ في سماع التلاوة من حضرتكم وأرجو كما نقول كل مرة إن إحنا نكون بنقرأ بهدوء قراءة تعلم وإن إحنا من خلال القراءة نتعلم ونعلم إن شاء الله هنروح بداية مع الأخت إيمان من القاهرة إيمان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي إيمان بالروح عريض التلاوة عشان تتعلمي ونتعلم من تلاوتك ناشا حضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نرقق بقى الهمزة شوية إيمان ناشا حضر أعوذ ما قولش آه أقول آه أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الرواية إيمان كده يا عبادي يا عبادي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجن يا إيمان نعم أدخلوا أدخلوا الجن أنتم وأزواجكم تحبرون أبين ضمة الجيم وأزواج وأزواجكم وأزواجكم تحبرون ربنا برك فيك تقدم كبير الله يفتح عليك يا إيمان شكرا لك يا شيخ إيمان ما شاء الله قرأت بهدوء وأرجو عز المشاهدين نحن نبقى زي إيمان كده لما فضلت الشيخ يقول حاجة نقف ونسمع باهتمام وبعدين نقرأ زي ما الشيخ قرأ هنروح دلوقتي للحاجة سامية من الدقالية حاجة سامية سلام عليكم سلام ورحمة الله بركاته يا أستاذ إيمان أهلا يا حاجة تفضّعلي وإياكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخولوا الجنة أنتم أنتم وأزواجكم تحضرون شكرا للحاجة سامية من الدهلية ما شاء الله يا حاجة تفاوختي على نفسك النهاردة ومستواك ما شاء الله بيتقدم وإن شاء الله في الكتير اللي لسه هنتعلمه مع الحاجة أم إبراهيم من القيرة حاجة أم إبراهيم سلام عليكم وإياك يا أم تفضّلي مشكول وحضرتك طيبة وفي صحة وفي عفية يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم أنتم وأزواجكم تحبرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله جميل يا أمي الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا أمي بارك الله فيك هل روح للحاجة لبنة من دميات حاجة لبنة أيها حد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون جهد مشكور ربنا بارك فيك يا حاجة لبنة شكرا جزيلا للحاجة لبنة من دميات وهلروح للأستاذ هبة من القهارة فضل يا أستاذ هبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم يا هبة ولا أنتم تحزنون يا أستاذ هبة يا هبة سمعاني أه طيب لو سمحت كده قولي ورايا ونصلح اللي احنا قرأنا ده شوفي يقرأ إزاي ويقرأ إزاي وما تسبقينيش بعد إذنك هكذا يا عبادي لا خوف عليكم يا عبادي لا خوف عليكم لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون كمل يا بنتي الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة يا هبة أما جبا الكلمة دي أقول أدخلوا أو ما أقول شي إيه أقول أدخلوا أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون وأزواجكم وأزواجكم تحبرون تحبرون شاطرة يا هبة رب نبارك فيك يا بنتي فاتح الله عليك يا هبة وأرجو أن أنت تواصلي معنا عشان نتعلم جديد كل مرة الروح للأستاذ عفاف من القرات فضالية أستاذ عفاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون وهنا مشكول يا حج عفاف رب نبارك فيك شكرا للأستاذ عفاف وهنروح للأستاذ عسمت فضالي يا أستاذ عسمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم سري يا عبادي لا خوف عليكم اليوم وَوَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ يا أستاذ عسمت أفنجل خاء فتحة خاء خاء صح كده؟ أعيوان ولا خاء فتحة خاء لا خاء جميل تبقى لا خاء لا خوف أوكي يا عبادي لا خوف عليكم بس ما مدش ما فيش معايا مد هنا غير ما الطبيعي لا خوف يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون ناشاء الله طيب أحسن تربيب أبريك فيك الله يفتعليك يا أستاذ عسمت نروح للأستاذ عمر من القيارات فضل يا أستاذ عمر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبقدر ما تستطيع من الهدوء تفضل رتل الآية أعوذي الله من السلام الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبادي لا يحبون عليكم وما مولا أنتم تحزنون فبادينا آمنوا بآياتنا وكانوا المسلمين إدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم صدق الله العظيم في تقدم كبير أحسن تعمل شيخ عمر شكرا للأستاذ عمر من القيارات أعزاء المشاهدين أهل القرآن سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم سريعا لنواصل مع حضرتكم الاتصالات فابقوا معنا أعزاء المشاهدين أهل القرآن نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع كلمات الله البانات في سورة الزخرف في الآيات من الآية الثامنة والستين إلى الآية السبعين بازلنا معكم أعزاء المشاهدين في عرض التلاوة على فضيلة الشيخ خالد ومشاء الله معنا عدد طيب على الخط من أهل القرآن بدايتنا مع الأستاذة مونة من القاهرة فضلية أستاذة مونة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم ولا أنتم تحزنون يا أستاذ مونة نعم الرواية في كلمة يا عبادي لا بحذف الياء وقفا ووصلا يعني هنطأ دا المكسورة بس يا عبادي لا يا عبادي لا أيوة كده ممتاز نكمل بس ما قلت في المد الطبيعي يا في عاية مد أقول أيوة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون اسمعيني كده حضرتك حوال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم معقول كمل ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون نصلح الجملة مع بعض ادخلوا ادخلوا لا هو الكلمة ترتبط بكلامنا العامي حد بيطرق الباب فبقوله ادخل ياريتنا عدل ده في اللغة ادخل بلاش ادخل ادخلوا اه اقول ادخلوا وضم الهمزة حاضر ادخلوا لا مش ايه او ادخلوا ادخلوا أيوة كده طي ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون لا بالراحة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة انتم وأزواجكم تحبرون انتم وأزواجكم تحبرون جهد مشكور ربنا بارك فيك بشكورك يا استاذ مونة مشاء الله تتصال حالك المفيد ومشاركة فعالة هنروح للحاجة مطيعة من اسكندرية حاجة مطيعة سلام عليكم يا ولاجي سلام عليكم عليكم والسلام الله يبرك فيك يا حاج ويخليكم ويمد حمركم الله يكرم حضرتك يا رب يا كريم حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أمي يا نعم تسلمي لي ربنا بارك فيك ممكن نصلح لاستعاذ مع بعض عني تسلمي تسلم عينك أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أيوة كده كميلي أمي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وكانوا مسلمين واتكلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يا شاء الله جهدي مشكور يا حجة مطيعة ربنا يبارك فيك شكرا للحجة مطيعة اللي باين من خلال تلويتها أن يا ما شاء الله بتهتم بالقواعد اللي فهمتها وبتحاول بقدر ما تستطيع تطبيقها فبشكرها وتواصل معنا يا أمي وربنا يبارك فيك ومن حسن لأحسن إن شاء الله الروح المنوفية مع ألاء أستاذ ألاء ألاء من المنوفية طيب واصلي تاني ألاء اتصل مرة تانية وإن شاء الله نرد تلويتك أم كرم من القرى حجة أم كرم ألوى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام انتم طيبين وحضرتك طيبة فن عوز بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا أم كرم الذي نعم ممكن نصلح البسملة مع بعض الأول حاضر يا جميع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أيوة تمام أسمع بقى الأولى مرة ثانية يا عبادي لا خوف عليكم اليوم واحدة واحدة بقى كده بالراحة يا عبادي لا خوف عليكم يا عبادي لا خوف عليكم لا خوف بس بالراح لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم عليكم عليكم اليوم أيوة كملي ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمون بآياتنا آياتنا وكانوا مسلمون كي به بآ آياتنا وكانوا مسلمون يا أمي سمعاني آه سمعك يا جميل بآياتنا آمنوا بي آمنوا بآياتنا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون نصلح آخر كن بعد إذنك ادخلوا تحبرون لا الكلمة اللي نصلحها اوه ادخلوا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون جهد مشكول يا أم كرم ربنا بارك فيك شكرا جزيل للحاجة أم كرم هنروح لمحافظة إسماعيلية مع الحاجة فاطمة تفضلي يا حاجة فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وربنا يخللنا الشيخ خالد يا رب نطول عمر آمين يا رب العالم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون لا بالراح وأزواجكم تحبرون وأزواجكم تحبرون لا ما فيش شيها غنة وأزواجكم تحبرون ماشي وأزواجكم تحبرون أيوا كده ربنا يبلك فيك جهد مشكور ربنا يبلك فيك حاجة فاطمة خالص شكر للحاجة فاطمة وأنتحول من إسماعليا للسويس مع أم معاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون جهد مشكور ربنا يبلك فيك شكرا لأم معاذ من السويس وهنروح المنوفية مع أم ولاء تفضلي يا أم ولاء سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وإياك يا أمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا حج أم ولاء نعم اسلامي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم تمام صح كده صح ممتاز ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم أنتم وأزواجكم تحبرون ما شاء الله جميلة أم ولاء الله يفتح عليك الشكر موصول لأم ولاء وأروح لأم محمد من القرد فضلي يا أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون المين في وأزواجكم ما فيش فيها غنة واضحة وأزواجكم تحبرون أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ممتاز ربنا يبرك فيك أم محمد جهد مشكور وانتبع مع بعضين خالص الشكر والتقدير لأم محمد من القرد والروح سكندرية مع الأستاذة سحر تفضلي يا أستاذة سحر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ما شاء الله تلوه طيبة حسنتي رب يبرك فيك بارك الله فيك أستاذ سحر ما شاء الله تلوه متميزة بالفعل مع أم موائل من دمية هنسمع تلوه طيبة تفضلي يا حجة موائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون كمان مرة أدخلوا الدلت وقلقل أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون جهني ما شكور يا أم موائل رب يبرك فيك شكرا جزيلا الحجة موائل من دميات ونروح لماريام من القرى تفضلي يا ماريام ماريام طيب للأسف الخط انقطع ولا لسه معنا على الخط ماريام طيب الاتصال انقطع أعزاء المشاهدين لقاء الغد بمشاعة الله تعالى سيكون حول الآيات من الآية الحادية والسبعين إلى الآية الثالثة والسبعين معنا الأستاذ محمد من القرى تفضلي يا سيد محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي محمد بهدوء كده ويقرأ على الشيخ وخلي بالك التلفزيون دي ولا تصوطوا علي عندك هي لغبطك مش هتعرف تسمع الشيخ فأرجو أن انت تواصل صوت التلفزيون وتسمع الشيخ من خلال السماعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا محمد محمد نعم أنت سمعتني أنا قلت لك إيه ماشي طيق وط صوت التلفزيون بقى واسمعنا بس من التلفون بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي يا عبادي لا خوف عليكم ولا اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتي وكانوا مسلمين أدخل الجنة أنتم وأزواجكم يستحضرون يا محمد سمعني آه طيب هنقرأ مع بعض هقرأ وطقرأ ورايك بالأول كده بس بالراحة ولو تكرمت يعني تخليك وتركز مع سمعت تلفون قوي ممكن لو سمحت تمام تمام قول بقى ورايك ده بس بالراحة وما تسبقنيش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا الذين آمنوا آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أدخلوا الجنة مصري محمد أدخلوا الجنة أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم أنتم وأزواجكم تحبرون تحبرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم أحسنت يا محمد رب يبرك فيك يا ابني شكرا لك يا محمد مشاء الله توصلت معانا وتعلمت كتير ورغم من ده تقريبا اللي تصال الأول ليك لكن تسمعت الكلام وكانت صالك مشاركة فعالة ليك ولجميع الإخوة المشاهدين وده كان خير ختام لحلقة اليوم وبتقدم بخلص شكر لشيخنا فضلت الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف جزاك الله خيرا فضلت الشيخ خالد شكر الله لكم أعزائي المشاهدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إلى أن نلتقي هذه أرق التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة